اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذلك أيضا بحضور الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة وسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى جانب كل من الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودة وعضو مجلس الوزراء وزير الحج والعمرة والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة وأيضا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاهدين يسمحون أن نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا خليكم معنا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية الأنوكا وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وقد قام السيد مصطفى براف بإهداء السيد الرئيس وسامى الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الإفريقية والذي يعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية في القارة الإفريقية مشيدا بدور مصر التاريخي كإحدى الدول الإفريقية المتفوقة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية خاصة في ظل كونها أكثر الدول فوزا بدورة الألعاب الإفريقية على مدار التاريخ وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الرياضي في إفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية إلى جانب تلك الرياضية كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الإفريقية عن تقديرهم لكافة التسهيلات والتجهيزات التي وفرتها مصر لاستضافة فعاليات الجماعية العمومية التاسعة عشر لها بالقاهرة مؤكدا ثقتهم في نجاح مصر على جميع الأصعضة في استضافة مختلف الفعاليات الرياضية عالميا وقاريا خاصة في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد وكذلك ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى وهو من عكس في التنظيم الرائع الأخير لبطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر والذي حظي بإشادة دولية واسعة من جانبه رحب السيد الرئيس بوفد اللجنة الأولمبية في مصر مهنئا سيادته السيد مصطفى براف على انتخابه رئيسا لها ومشيرا إلى دورها المهم في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى القاري آخذا في الاعتبار تأثيرها الفعال في التقريب بين شعوب العالم وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم في الإطار التنفسي الرياضي ومشيدا بالتطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة الإفريقية على الساحة العالمية والذي تمثل في الأداء المشرف خلال الفترة الأخيرة لمعظم الفرق واللعابين الأفارقة في البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية كما أكد السيد الرئيس توفير الدولة لشتى سبل الدعم لعقد اجتماع الجماعيات العمومية لللجنة الأولمبية الإفريقية في القاهرة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها القارة الإفريقية بسبب جائحة كورونا مشيرا سيادته إلى أن مصر مستعدة دائما لاستضافة كافة الأحداث والفعاليات الرياضية في أي وقت وتوفير جميع الإمكانات والقدرات التنظيمية والإدارية واللوجستية لإنجاحها وقد شهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها الرياضة الإفريقية مؤخرا وخطط اللجان الأولمبية الإفريقية خلال الفترة المقبلة في هذا الخصوص للاستمرار في التطوير والتقدم فضلا عن سبل التعاون بين مصر واللجنة الأولمبية الإفريقية للمساهمة في تطوير إمكانات الشباب الإفريقي في المجال الرياضي كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى جانب كل منه الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودية عضو مجلس الوزراء وزير الحج والعمرة والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة والسفير ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهدت تباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل الاستفادة من تجارب العمل الشبابي والرياضي بكل البلدين الشقيقين وكيفية استغلالها في استثمار طاقات الشباب وبناء كوادر مجتمعية شبابية فعالة وقد رحب السيد الرئيس بالمسؤول السعودي في القاهرة طالبا سيادته نقل تحياته إلى كل من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خدم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومؤكدا عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وأهمية تعظيم دور الجهات المعنية بالشباب والرياضة لدى الجانبين في النهوض بالشباب رياضيا واجتماعيا وثقافيا والذين يمثلون كتلة الأغلبية من تعداد البلدين كما استعرض السيد الرئيس المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية المتنوعة التي تنفذها الدولة في مختلف محافظات الجمهورية مؤكدا سيادته أن مصر تول اهتماما كبيرا بالناشئ والشباب سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية التحتية الرياضية في جميع مدن وقرى مصر بما في ذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب إلى جانب توعيتهم بأهمية الممارسة الرياضية لرفع مستوى الصحة العامة للمواطنين من مختلف الأعمار السنية من جانبه أعرب الأمير عبد العزيز بن تركي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا إلى سيادته تحيات أخيه العاهل السعودي وسمو ولي العهد ومشيدا باهتمام سيادته بالمجالين الشبابي والرياضية لسيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية من الشباب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد والتي تعكس الدورة المحورية للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر كما أكد الوزير السعودي اهتمام المملكة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الأنشطة الرياضية المشتركة والتي تمثل جسرا لتعظيم التفاعل وتعظيم أواصر العلاقات بين الشعبين الشقيقين بشكل منتظم وعلى نطاق واسع مشيدا في هذا الإطار بالمشروعات القومية الرياضية الكبرى التي تم استحداثها في مصر من مدن وقرى أولمبية جديدة وبنية رياضية حديثة تدعم تنظيم أي فعاليات رياضية مشتركة سواء إقليميا أو عالميا كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية دولة قطر وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى جانب السيد عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى السيد الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والتي تضمنت توجيه الدعوة للسيد الرئيس لزيارة الدوحة والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بشأنها بما يقدم تطلعات الدولتين وقد تم التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية وكذلك على مستوى العمل العربي المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي مشاهدين أهلا بحضراتكم مرة أخرى والحقيقة معنا خبر مهم حابين نعرف عنه وتفاصيل أكتر الخبر بيقوله سيتوجه اليوم السوريين إلى مراكز الانتخابات للإدلاع بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية السوري الجديد والمرشحين لشغل منصب الرئاسة عبدالله عبدالله بشار الأسد محمود مرعي حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر معنا على الهاتف الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري صبع خاصة المصطفى أهلا وسهلا أهلا بحيرتك الحقيقة طبعا يعني الانتخابات الرئاسية في 2014 يعني تمت في ظروف صعبة وكانت المنظمات الإنهابية هي اللي بتسيطر على أكتر من نصف الأراضي السورية هل ظروف الانتخابات اليوم يعني تختلف عن سابقة كان أولا نسمح لي أن يكون هناك ثلاث مرشحين بمقتضى الدستور الصادر في عام 2012 فهذه خطوة مهمة جرى أيضا طرحها في 2014 بدلا من نظام السفتة هذا متغير مهم على الساحة السورية وبالفعل كما تفضلت في انتخابات 2014 كانت المنظمات الإرهابية والمنظمات السورية المسلحة وهي كلها عموما كانت منظمات مدعومة من الخارج كانت تسيطر بالفعل كما تفضلت على أكثر من نصف الأراضي السورية وكانت القوات المسلحة السورية تواجه بالفعل بحرب استنزاب غير نظامية وده كان بأثر كثيرا على الأمن السوري كمان سوريا ما كانتش تدخلت عسكريا بالشكل اللي احنا شايفينه الآن كان فقط إيران وحزب الله هما اللذان يدعماني الحكومة السورية الشرعية على كل حال نحن الآن أمام انتخابات جديدة تجري في ظروف أفضل ومختلفة موقف المعارضة أولا تراجع ما عادتش بنفس القوة السابقة الحكومة السورية بالفعل كما تفضلت سيطرت على معظم الأراضي السورية وتبقى فقط مناطق محدودة بتقع إما تحت الاحتلال التركي أو إما بوجود قوات أمريكية عشان تدعم الأكراد السوريين على غير إرادة الحكومة السورية لكن في كل الأحوال نحن أمام انتخابات تجري في ظروف أفضل صحيح أن مجلس الأمن في جلسته في 28-24-21 وخصوصا مندوبي فرنسا وفريطانيا والمولايات المتحدة قالوا أن نحن مش هنعترف بنتائج الانتخابات عشان ما قضعتش لنظام المراقبة الدولية وما تغفرش بيئة آمنة والأمم المتحدة مش موجودة لكن في كل الأحوال سوريا تمر بظروف صعبة والتدخل الخارجي صعب جدا القبول به بأي حال من الأحوال ولكن الآن نحن أمام مشاركة سورية أكبر انتخابات بتم على قاعدة أي حد يستطيع أن يحصل على 35 موافقة 35 من أعضاء مجلس الشعب السوري بيمشي كان عندنا 51 مرشح محكمة السورية وفقا للشروط المقدمة وفقت على ثلاثة اللي هو الرئيس بشار وعبد الله عبد الله وده ينتمي لأحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومحمود مرعي وده واحد من مؤسسة هيئة العمل الوطن الديمقراطي اللي هي كان لها رؤية معارضة ولكن في إطار النظام الشرعي الدستوري السوري الحياة السوري المصطفى طبعا لو انتقلنا لنقطة المهمة طبعا وهو أهمية هذه الانتخابات في استقرار سوريا طبعا واثرها على المنطقة من حقيقة تشاركنا بهذا خلينا نقول ماذا لو سيطر الإرهاب على سوريا ماذا لو سيطرت الجماعات الإرهابية على معظم الأراضي السورية بالتأكيد كانت سوريا ستقسم إلى مناطق متعددة تخضع للأرقية والصائفية وداعش تسيطر على حسة وأحرار الشام على حسة والنصر على حسة وقس على ذلك كان الشعب السوري ستطمس هويته كما كانت ستطمس هوية مصر فيه زمن جماعة الإخوان بكل ذلك أقول أن سوريا الموحدة وهو موقف أكدت عليه مصر وأكد عليه الحقيقة الرئيس عفتاح السيسي أمام مجلس الأمن في عام 2016 عندما تحدث عن وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل الخارجي في شؤون الداخلية السورية ودي واحدة من ركائز السياسة الخارجية المصرية لأننا نرفض التدخل الخارجي وإن كل شعب يقرر مصيره بنفسه وطالما أنه يحتكم إلى الدستور والقوالين المرعية في البلاد لكل ذلك أقول أن وحدة سوريا وحدة الأراضي السورية هي الأساس أما مسألة انتخاب نظام كذا أو عدم انتخابه هذه مسائل طبيعية تكون موجودة وتتغير بمقتضى الحال ولكن إذا ضاعت سوريا ضاعت كل شيء أنتقل مع حضرتك لنقطة أخرى هو أن تركيا بتعترض على هذه الانتخابات وكأنها من الشأن التركي فبرضو تعليق حضرتك على هذا تركيا صاحبة مصلحة لأن تركيا المحتلة لوائل إسكندرونة احتلت مناطق كثيرة وتواجلت في منطقة إدلب وتسعى إلى توظيف كثير من هذه الجماعات الإرهابية وإحنا شفنا التدخل التركي المباشر في سوريا والعراق وقرار مجلس النواب التركي الذي سمح القوات العسكرية التركية بالتدخل في بلد آخر مستقل ذو سيادة فمن مفتحة تركيا أن تظل أحوال عدم الاستقرار في البلاد السارية وأن تنتشر المنظمات الإرهابية المدعومة من تركيا والتي تأتي عبر الطرق الخلفية التركية من الخارج إلى داخل الأراضي السورية والعراقية يعني هو الحقيقة طبعا نزم حياتك أوضحتنا سيد مصطفى طبعا نحن بنتمنى طبعا أن السلام يعم في سوريا وجميع البلاد وطبعا بنتمنى أن هذه الانتخابات يتنال المرجو منها وإن شاء الله نرى كل حاجة حلوة في سوريا وفي كل الدول الشقيقة يا رب إن شاء الله إن شاء الله بشكرة جدا الأستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحف والإعلامي وعضو مجلس النواب بشهرك شكرا جزيلا مشاهدين يسمحوننا أن ننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان التمكين النفسي والاجتماعي كأحد مبادئ التنمية العسكرية البشرية في المجتمع وذلك في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 21-22 مشاهدين يسمحوننا أن نطلع نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع لكم الأخبار ما أخليكم معنا شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان التمكين النفسي والاجتماعي كأحد مبادئ التنمية البشرية في المجتمع العسكري وذلك في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2021-2022 وألقى لواء أركان حرب أحمد خليفة مدير إدارة الشؤون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي والنفسي للقوات المسلحة مشيرا إلى أن أهمية هذا البحث تأتي في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه التمكين النفسي والاجتماعي في المجتمع العسكري شارك في إعداد البحث نخبة من باحث العلوم النفسية والاجتماعية وانتهى البحث الذي تم تناوله من خلال ثلاثة فصول إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطوير منظومة التمكين النفسي والاجتماعي في المجتمع العسكري وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لعناصر إدارة الشؤون المعنوية والحضور مؤكدا على حرص القوات المسلحة لتطبيق المفهوم الشامل لمنظومة التمكين النفسي والاجتماعي في المجتمع العسكري بهدف الوصول إلى أعلى المعايير العلمية في هذا المجال بما يضاهي الجيوش العالمية مشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في الحفاظ على جهزية واستقرار وتماسك المجتمع العسكري ثم عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاءا مع الحضور من القادة والضباط وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري حضر البحث واللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة للنصور قدرتها أن تفرض الكلمة في معادلة امتلاك المدى ولقوتها أن تحقق النصر في أعتى المحل للنصور رغبتها في الانطلاق نحو آفاق المستحيل إلى العلم تطير النصور لحماية سماء مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات معلنة قوتها وقدرتها على تنفيذ أي مهمة توكل إليه القوات الجوية المصرية نصور السماء مشاهدين أحنا بحضرتكم مرة أخرى وأيضا معنا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر اليوم ستشهد الكرة الأرضية أول خسوف للقمر في 2021 وستكون هناك مرحلة لخسوف الجزئي قبل أن يتم الخسوف الكل حابين نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية صباح خير دكتور جاد صباح خير فانده مع الحرارات جميعا من المشاهدين أهلا بكم أهلا بحضرتك الحقيقة يعني في الأول حابين نعرف ما هو المقصود بالخسوف الجزئي والكل احنا عندنا فيه ظاهراتين فلكيتين دايما بيعملوا الأخبطة في الفهم عند لها عدد من المواطنين الخسوف والكسوف الظاهراتين مرتبطين بالشمس والأمر والأرض وعلاقتهم أو موقعهم بالنسبة لبعض الوضع الطبيعي أن الشمس هي أبعد كجرم سماوه بالنسبة لنا وبعدين الأمر وبعدين الأرض وقتا بيكون الأمر ما بين الشمس والأرض بيغطي نور الشمس من السقوط على الأرض ده بنسميه كسوف للشمس الظاهرة بتاعت النهاردة اللي هي الخسوف ده معناها بيكون الأرض مواجهة للشمس بتحجب نور الشمس أو أشعة الشمس من السقوط على الأمر وبالتالي بيبدو القمر مظلما ويبقى ده خسوف من زي اللي احنا نشوفه النهاردة ده بالنسبة للحضر لك أوضحت ما بين الكسوف والخسوف طيب ولكن الجزء والكل تمام من الاسم طبعا جزء وكل جزء معناها لو الأرض مغطية جزء فقط من سطح الأرض حجبة أشعة الشمس من السقوط عليه وبالتالي الجزء ده ما بنعكش علينا وده اللي بيسميه خسوف جزء يعني جزء من سطح الأمر تم حجبة أشعة الشمس عنه وبالتالي مخسوف جزئيا وفي الغالب أو في معظم الأحوان الكسوف الكل بيبدأ بخسوف جزء لبعض من الدقائق أو يوصل لساعة أحيانا بعد كده بيكتمل الخسوف ويبقى خسوف كلي بمعنى أن سطح الأمر كله مظلم ومغطى بظل الشمس وبالتالي لا يرى أو لا تنعكس الأشعة عليه ويمكن الحالة بتاعت النهاردة فعلا هيبدأ خسوف جزئي حوالي ساعة 10 إلى ربا ده بتوقيت جريمتش يعني حوالي 11 إلى ربا عندنا ساعتين يستمر لمدة ساعة ونص خسوف جزئي بعد كده بيكتمل الخسوف ويستمر يعني مدة الخسوف كلها النهاردة هتبقى خمس ساعات لكن طبعا نحن للأسف مش هنقدر نشوفه ولا في مصر ولا في شمال أفريقا ولا منطقة العربية أنه فقط في منطقة المحيط الهادي وشرق آسي وشرق آسي لكن لي يعني النهاردة محدش من المصر يشوفه خالص كان فيه ممكن ملحوظة أو نصيحة أو رد على عدد من المغالطات أيضا اللي بتصل لبعض المواطنين الناس بيقولك يعني ما نبصش للخصوف أو للأمر بعينينا المجردة الكلام طبعا من الصحيح ده بالعكس مثل تلك الظاهرة خصوف الأمر من الظواهر المحببة أيضا يعني بدون الخصوف الناس كتيرة يعني بتحب تنظر للأمر وتتغذل في جمال وضوءه فهو يعني النظر ليه ما فيش فيه مشاكل صحيا وطبعا بيتشاب بالعين المجردة على عكس كسوف الشمس داني دايما بننصح الناس ما تنظرش للشمس بعينها المجردة لأنه ممكن يؤدي العمل فده يعني كان أحيانا لغط بيحدث لدى المواطنين وخلط ما بين كسوف الشمس وخصوف الأمر هي طبعا دكتور يعني معلومة مهمة جدا يعني بنشكر حضرتك عليها وطبعا بنشكر حضرتك على المعلومات عن هذا الخبر ويعني بنقول للناس أنه هو فعلا يعني يعني محدش يعافي شوفه في مصر ولكن احنا يعني بنشكر حضرتك على هذه المعلومات ربنا يخليك معلومة برضو بسيطة قبل ما نختم حضرتك احنا المعهد عاملين محاضرة مهاردة أونلاين طبعا عشان إجراءات تحت رزال كورونا طبعا يعني بنوضح فيها الظاهرة للحب من المواطنين يشاهدها أو حتى الإعلاملين يتابعوها أونلاين ويمكن إن شاء الله يكون بدأ الخصوف الأماكن اللي يكون فيها الخصوف نقدر نجيب صور بشيطة حين من أماكنها بخيص برضو يعني نوصل المعلومة الحقيقية للمواطنين والمتابعين طبعا نقطة مهمة ويعني بنوصل بصوت حضرتك طبعا محتمين بهذه الظاهر طبعا أن هو يتابع حضرتكم الساعة 11 من نهاردة طبعا بشكرة جدا دكتور جاد القادر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بشك حالك شكرا جزيلا مشاهدينا سمحونا نطلع فاصل نشوف تقرير عن جهود الإدارة العامة لشورة التموين والتجارة ونرجع نكمل أخبار ما يخليكم معنا استمرار للحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسك مع فرعها الجغرافية وقطاع الأمن العام لضبط الجرائم التموينية المتنوعة فقد أصفرت عن ضبط أكثر من 12 طن لحم مجمدة ومقطعات لحم ودواج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية إحدا هما بدون ترخيص ومخزن بدون ترخيص للوجبات الجاهزة بالقاهرة وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية وبمجزر لذبح الدواج بالجيزة ونجحت في ضبط قرابة 39 طن زيوت وشحوم سيارات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بحوزة مالك مخزن غير مرخص لزيوت السيارات بالإسكندرية الإدارة تمكنت من ضبط 6 أطنان ونصف دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالشرقية وضبط 67 طن دقيق معبأ داخل شكائر بها نقص في الأوزان تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بحوزة المسؤول عن أحد المطاحن بالجيزة ونجحت في ضبط 13 طن أسميدة زراعية مجهولة المصدر وأعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بمحل لتجارة الأسميدة الزراعية بالشرقية ومصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بالبحيرة وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة سلاسة أطنان سلع غذائية لما جهولة المصدر بحوزة مالك محل بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية الإدارة نجحت في ضبط أكثر من 6 أطنان مستلزمات إنتاج سلع غذائية ومنتج نهائي غير صالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى أكثر من 12500 عبوة منتج نهائي عليها علامات تجارية مقلدة بشركة بدون ترخيص للصناعات الغذائية بالجيزة وتمكنت من ضبط أكثر من 11 طن ملح طعام داخل شكائر عليها علامات تجارية مقلدة ومجهولة المصدر بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج ملح الطعام بالغربية ونجحت الإدارة في ضبط أربعة أطنان ونصف منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص للمنظفات الصناعية بالشرقية مشاهدين أهلا بحضرتكم مرة أخرى وأيضا معانا خبر بحبين نعرف تفاصيل أكتر أطلق المجلس القومي للمرأة حملة لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الحملة معانا على الهاتف الدكتورة سيهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس صباح خيات دكتور أهلا بحضرتك الحقيقة دكتورة حابين نعرف من حضرتك فكرة عن هذه الحملة والهدف منها طبعا طبعا في إطار الجهود بزولة من أجل طوعية المجتمع والمواطنين بأهمية اللقاح ضد فيروس كورونا يعني كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أو للوقاية من هذا الفيروس طبعا قام المجلس قومي المرأة بإطلاق حملة خاصة بذلك فيه طبعا في 27 محافظة نحن على المستوى الجمهورية لنا في 27 محافظة وبالتالي البرنامج ده على المستوى كل المحافظات بدأنا منذ الأمس بإطلاق الحملة ثم بعد ذلك حنستمر لمدة 3 ايام فيه عملية التوعية وعملية النشر الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا وتسجيل السيدات يعني تدريب السيدات على التسجيل إلكترونيا فيه قوائم الراغبين في الحصول على هذا اللقاح طبعا ده استكمال جهود مفزولة المجلس قوم يقوم بها منذ بدء هذه الجائحة من حيث التوعية والتسقيف وتعليم ونشر الوعي بين السيدات من أجل طبعا محاولة طبعا الحفاظ على الصحة العامة بشكل عام وأيضا يعني أخذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل طبعا التجنب تجنب المجتمع والأسرة والأفراد من لقدر لا الإصابات مثل هذا الفيروس طيب يعني برضو حابين يعني نعرف من حضرتك يعني مدة الحملة وطبعا بتستهدف يعني مختلف محافظات الجمهورية ولا في محافظات معينة لا لا هي الحملة مستهدفة هي على مستوى الجمهورية مستهدفة لـ 27 محافظة طبعا مدة الحملة إحنا بدأنا اليوم الأول برسالة توعية صحية وبعد ذلك فيه برنامج لمدة 3 أيام حيكون برنامج طرق أواب لتدريب وتعليم السيدات كيفية التسجيل عبر يعني هو تقريبا التسجيل هيكون إلكترونيا عبر الإنترنت للحصول أو لأخذ رقم من أجل طبعا يعني أن تكون في قوائم المنتظرين لأخذ هذا اللقاح كمان الحملة هي مستمرة لأن احنا كل فترة بنعمل حملة وبالتالي هناك حملات متواصلة من أجل نشر الوعي والوصول إلى كافة الفئات المستهدفة احنا عمدنا طبعا أيضا المجدس له من خلال أدوات وفرومه في المحافظات عمدنا بنعمل فيه مع الرائدة الصحيات والرائدة الريفيات في مجال برنامج اسمه طرق الأبواب وطرق الأبواب هذه الحملة هتكون خاصة بالتوعية بأخذ لقاح فيروس كورونا بحيث أنه هدفنا أو جمهور المستهدف هو كل السيدات في كل محافظات مصر وفي نفس الوقت لأن السيدة لو وصلتها الرسالة في التوعية والتسقيق هيكون لها تأثير على أثرتها وعلى مجتمعها وعلى كافة أفراد أثرتها وكل من تعرفه الرسالة في التوعية دي هي خاصة للمجتمع بشكل عام لكن عن طريق المرأة باعتبر أن المرأة لها تأثير داخل مجتمعها وفي محيطها الاجتماعي طيب دكتور حابين نعرف برضو مردود هذه الحملة طبعا ومدى الاستجابة وإحنا في تاني يوم من الحملة حابين نعرف معالش أنا مجتمع تفضل بقول حياتك يعني مردود الحملة والنهاردة تاني يوم من الحملة مردود يعني ردود الأفعال أخبارها وأيضا يعني معظم اللي تعاملنا معهم عايزين يتعلموا يعرفوا إزاي يقدروا تسجلوا أثميهم إلكترونيا علشان يقدروا يحصلوا على هذا اللقاح وبتسجل أثميها وأيضا بتسجل أثمي أفراد أسرتها طبعا الكبار يعني باعتبار أن إحنا طبعا دي حملة قومية لحفاظ على الصحة العامة وحفاظ على الأسرة وأيضا لقاية الأسرة من لقدر له هذا الفيروس وبالتالي يعني المساحة القبول لهذه الحملة يعني لها مدى كبير داخل المجتمع المحلي في المحافظات طبعا كمان إحنا بنصل إلى البيوت من خلال طرق الأبواب مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية لمن يقوم يعني الرائدات الصشيات ورائدات الرفيات وعضوات المجلس قومي المرأة اللي بيقوموا بهذه الرسائل بيأخذوا كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تعواصلهم مع أفراد المجتمع بالإضافة إلى طبعا استخدام الأدوات المجتمعية المحلية زي منصات وزارة الثقافة زي مراكز الأعلام زي الإجراءات المحلية دي كلها أدوات للتواصل لنشر الوعي داخل المجتمع المجتمع قومي المرأة يعني عمل خطوط وروافد للتعاون من خلال كل هذه الأدوات داخل المحافظات يعني اسمحيني دكتور طبعا يعني أنتقل لنقطة أخيرة حضرتك تشعر عنها طبعا نحن عارفين أن هناك 27 فرع يعني لمجلس قومي المرأة على مستوى جميع المحافظات فحبين برضو نعرف الدور اللي بيقوم به المجلس فيه يعني التمكين السياسي والاقتصاد وأيضا لحماية المرأة هو طبعا بالتأكيد إحنا يعني المجلس قومي المرأة هو مؤسسة وطنية تعمل في مجال خدمة المرأة وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبالإضافة إلى الحماية محور الحماية أحد المحاور الهمة الخاصة بالمرأة طبعا بالتأكيد برغم ظروف فيروس كورونا لكن مجلس قومي المرأة قائم على أنشطة كثيرة جدا متعددة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المحافظات عاملين برامج خاصة بالتمكين الاقتصادي برامج خاصة بتوعية السيدات اللي هم الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة أو من لدي هنا مشروعات صغيرة في مجال طبعا كيفية التسويق الإلكتروني لدينا برامج تدريب مكثفة لتدريب النساء على التسويق الإلكتروني عبر منصات التواصل الاتماعية أو على الإنستجرام يعني كل الأدوات اللي ممكن تصل من خلال المنتج المرأة في كل المحافظات بنحاول دلوقتي من خلال برامج التدريب تدريب النساء وصاحبات المشروعات دي على إنهم إزاي يعرضوا منتجاتهم عبر هذه المنصات الإلكترونية طبعا في حاجات أخرى خاصة بالتوعية بشكل عام التوعية بالصحة العامة صحية المرأة المشاركة في تنمية الأسرة المصرية باعتبار أن ده أحد المشروعات الوطنية والقومية اللي بتقوم بها الدولة موضوع الأسرة الكريمة والحياة الكريمة والشفاظ على الأسرة وتنمية الأسرة طبعا نحن كأحد الموصفات الوطنية شركاء في هذه البرامج وبننتشر من خلال فرانة 27 داخل المحافظات من خلال هذه الأدوات والبرامج أنا عايز أقول لحدك أن يعني إحنا عندنا نسبة الوصول إلى المجتمع المحلي نسبة عالية جدا أن إحنا لدينا طبعا زي ما قولوا جيش من السيدات اللي بيقمنا بعملية التوهية والوصول إلى البيوت حتى داخل المناطق النائية أو في القرى أو في أعماق الريف كمان المجلس قومي المرأة أيضا بيشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية مصر بشكل عام وتنمية الريف المصري ونشر الوعي بكثير من القضايا زي خطورة الزواج المبكر زي ختام الإناث دي كلها قضايا هامة جدا المجلس القومي المرأة يتبنى ويشارك في موضوع نشر التوعية ومواجهة مثل هذه الظواهر المرفوضة واللي احنا فعلا بنحاول بقدر الإمكان نواجه المجتمع بيها وانحنا نحاربها ونوعي الأسرة والمرأة بشكل عام بخطورة مثل هذه الممارسات الغير صحية أو الغير صحيحة أيضا والحاية طبعا دكتور يعني جهود يعني حضراتكم بتبزلوها جامد جدا وانحنا طبعا نشاكلين لهذه الجهود وان شاء الله نرى يعني أحلى وأحلى في الفتر اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا يعني مستمرين دايما من أجل خدمة وطننا وخدمة كل امرأة مصرية على كافة أرجاء الوطن سواء كان في الصحراء أو في قرى الريف في أعماق الريف في كل منطقة على أرض مصر المرأة المصرية يعني أيقونة العمل الوطني فلابد أن يكون لها فعل الدور العظيم من أجل تنمية مجتمعها وتنمية وصيرتها وتنمية نفسها والتمكين من أجل يعني من أجل مجتمع أكثر يعني قوة ان شاء الله ان شاء الله دكتور دايما يا ربي في التقدم دايما يا ربي بشكورة جدا دكتورة سيهام جبريل عضو المجلس القامل لما رأى مقاررة لاجلة المحافظات بالمجلس باشو هادك شكرون جزيلا مش هدين أسمحونا هنطلع فاصل نشوف فيه بيان بدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونشوف فيه كمان أسعار الدهب والعملات ونرجع لكامل أخبارنا خليكم معنا اشتركوا في القناة 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 طبعا اشتركوا في القناة 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 هلاقات العمل مخصص هذا الغرض ميحاولش ان هو يفشي الرقم السيري لحد وكذلك برضو البطاقة الرقم القومي والحاجات ديت ممكن هو اي حد يصرف معه الرقم القومي ويروح البنك ويبمعلومية اي بينات عن البطاقة ان هو ممكن يجدد البطاقة ويتصرف فيها فلازم يكون برضو يقز من الحد دي طيب يعني اختم مع حياتك دكتور مع طبعا تعرف حياتك انتشار يعني موضوع الشراء يعني اونلاين ايضا برضو يعني في بعض الامور والخطوات المهمة اللي لازم نتخذها علشان نحافظ ايضا على حساباتنا وسرياتها حابلين برضو نعرف من حياتك اه تماما والبرضو لولاين ده برضو بيتم في في غير حضور البطاقة نفسها بشكل مادي يعني ملموس بيطلب منك الرقم السيري ورقم البطاقة فطبعا ده لازم يلاحظ يكون برضو يكز في اي اتصال له يعني انا لو بتصل بالرقم السيري بتاع البنك بابعارف انا بتصل بمين لكن ما حد بتصل به لازم ان انا مقولش كل بيانات لانه طبعا بيممكن يقول له الاربع ارقام الاولانية طبعا هم الاربع ارقام الاولانية من كل بطاقة بسبقة منتشابها فممكن يقول له كمل فهو ما بيكمل الرقم كده بياخد معلومة وممكن هو يكون يحصل على صور البطاقة أو اي حاجة او الرقم السيري اكون حصل عليه ازي ما حصل على المكن وكده فيتم العملية عن انترنت لان التعامل على الونلاين ما بيحتاجش البطاقة نفسه بيحتاج رقم البطاقة ورقم اللي موجود على البطاقة والرقم السيري بس فلاازم برضو لازم يكون اللي بيتصل بي يعرف مين بتتصل بي وما تدولوش بيانات كده يعني بدون حساب او فاتصل بالرقم بالخط الساخن للبنك المسكور ده عشان اخد البيانات انا طبعا بعرف الرقم الساقات الساخن واللي برد عليه مسؤوله هو بيسألني بيقول لي لازم بتثبت مني اساسا نظبوط فهنا كام حادك ونحن طبعا بننبه وبننوه على طبعا مشاهدين يعني صغار او كبار انهم ياخدوا بالهم من هذه الامور وطبعا محدش يدلي بأي ارقام خاصة بيه لأي حد شكرا جدا دكتور على هذه المعلومات ويعني دايما كده نرى الافضل في الفترة اللي جاية ان شاء الله مشكورة جدا دكتور رمز الجريم الخبير الاقتصادي وعضو الجامعين المصري الاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع بأشو حادك شكرا جزيلا مشاهدين اسمحونا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة الصحافة اللي حننقش فيها المنشتات اليومية النهاردة وبيسعدنا في تحيير الخبر معنا هيكون معنا الاشتاز راجع عامر الكاتب الصحافة اسمحونا نطلع فاصل ونرجع مع الصحافة خليكم معنا